احنا يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة وازاي ما نبقاش النهاردة سعداء ولا فرحنين واحنا بيتجدد علينا نعمة رب العالمين نعمة رب العالمين واحنا بنتكلم على الأزواج عن سنة جديدة جواز سنة جديدة جواز يعني سنة مليانة بالنعمة مليانة بالفضل مليانة بالكرم وعشان كده لابد ان احنا نسأل نفسنا واحنا بيقول للناس كل سنة وانتو طيبين كل سنة واحنا في نعم ربنا غرقانين كل سنة واحنا ربنا سبحانه وتعالى بيجدد علينا الأعوام بيجدد علينا الأعوام ليه؟ عشان يجدد علينا النعم لان سبحانه وتعالى بيتعرف إلينا كل عام كما يتعرف إلينا في كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل طرف تعين الناس اللي مش قادرين يحسوا ده لازم نقول لهم لازم النهاردة نستيقظ شوية نصح لان فيه ناس بتيجي عليهم سنة جديدة وبتفتح ابوابها وبتفتح نعيم جديد لحياتنا وبتفتح لينا وصل بشركاء حياتنا وباب من ابواب التعرف على نعم الله سبحانه وتعالى والعيش في رحمته وفده وفيه ناس بتمر عليهم السنة دي وكأنها ما جاتش ساعاتنا في سنة بتقسنا بتحسسنا ان اللي جاي مش هيكون احسن من اللي فات وده اذا ما كانش اسوأ او تعجزنا فتحسسنا ان احنا مش هنقدر نعمل حاجة تانية غير اللي عملناه وخاصة في الزواج هو ايه اللي هنعمله يعني وتكسلنا فتخلينا نعيش بالتمني او انا كان عندي امنيات والامنيات دي راحت خلاص ونقف وما نعملش اي حاجة ولا نحاول نتقدمه قدام وساعات احيانا لما بنحاول ايه اللي حاصل بنحاول نلاقي العلاقة ما فيهاش اي نوع من انواع السعادة ونكتفي بان احنا نقف وما نعملش حاجة بس لازم عشان احنا نبقى فعلا صادقين مع نفسنا اه واللي فات ده من الصدق مع النفس ابدا كل التيقيس والتعجيز وكل ما اقول عن نفسي انا عملت كل حاجة مع زوجي او انا عملت كل حاجة مع زوجتي وخلاص لا انا في الحقيقة مش صادق مع نفسي لازم نتعلم ازاي نحتفي بنعمة ربنا ونجدد حياتنا بيها واكتر حاجة بتساعدنا على ده حاجة فلسفة اسمها انوار البدايات في تجديد البيوت في حاجة اسمها انوار البدايات بتجدد البيوت كل ما تيجي بداية بتجدد البيت لازم نعرف ان البدايات دي بتبقى مليانة بانوار الله سبحانه تعالى ليه حضرة النبي لما كانت بتجي له اوائل السمار كان بيعمل ايه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخد اول السمرة يعضع على فمه وفي رواية ابن عساكر يضع على عين ثم يعطيها لاصغر طفل في المجلس ويقول انها حديثة عهد بربها السنة حديثة عهد بربها وعشان كده البدايات بتبقى مشحونة بالنهم والهدايا والمدد من عند ربنا وعشان كده احنا كل ما ييجي علينا يوم جديد لازم نفتكر معنى البداية ونسمع صوت اليوم وبيقول لنا وبينادي علينا انا يوم جديد على عملك الشهيد فاختنمني ده كمان بيجي في السنة فلازم ناختنمه ليه؟ الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا لله في ايام في اعوامكم لنفحات الا ان لله في اسبوعكم لنفحات الله سبحانه تعالى له نفحات في كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل سنة وعشان كده العام الجديد لازم نعرف انه مليان بالنفحات بالنفحات من الله سبحانه تعالى